كلمة أمة مثلاً أمة لها معاني كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى لها على الأقل أربعة معان أربعة معان المعنى الأول الجماعة من الناس يجمعهم جامع مشترك ووجد عليه أمة من الناس يسقون موسى عليه السلام في مديان أو مديان أمة من الناس جماعة من الناس لكل أمة أجل لكل أمة الرسول جماعة من الناس لها رسول الله يبعث أيه الجماعة من الناس ثانياً الأمة الرجل الكريم يكون محل لإئتساء وبموضع الاقتداء يسمى أمة إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله الحنيفة أمة أبو ذر أمة وحده معاذ بن جبل يقول رسول أمة وحده وهكذا أمة هذه معنى أمة أيضاً في كتاب الله إن إبراهيم كان أمة كان جماعة من الناس لا كان رجلاً عظيماً كريماً على الله وعلى صالحي عباده بمحل الإئتساء وموضع الاقتداء هذا الأمة أيضاً الأمة الطريقة والشرعة والمنهج إنا وجدنا أبائنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون يقول الكفرة نحن لا نريد هذا الدين قالوا نحن وجدنا أبائنا على طريقة مطروقة وسنة مسلوكة نريد أن نسير في آثارهم ونطرق طريقهم ونتقيل طريقتهم الأمة هنا معنا أيش الطريقة الشرعة المنهج عجيب وأخيراً الأمة المد من الزمن المد من الزمن وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون كيف تذكر؟ يعني الدكر تذكر تذكر بعد أمة وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ ما يعني أمة معدودة؟ مد من الزمن معروف مقداره عند الله تبارك وتعالى الله سمّها أمة ادكر بعد أمة بعد مد من الزمن تقول لهذا الشيء لطيف طبعاً ولذلك قال قتادة أو مقاتل أنا نسيت لابد أن أراجع قتادة أو مقاتل لا يكون الرجل فقيهاً حتى يعلم للآية أو قال للكلمة في كتاب الله وجوهاً كثيرة